السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024 في البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأطحى المباركة ونبدأ بالعناوين الطريق إلى اللقب الأربعين مشوار الأهلي بالنسخة الجديدة من كأس مصر واتحاد الكرة يفصل في اختيار حكام الأجانب لمباريات الدوري ومارسل كولر يرفض القندوسي وعرض كبير لإمام عشور وإعارة كهرباء صفقة أفريقية مفاجئة على ردار الأهلي والأهلي يتوجه اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري ويورو 2024 ومباريات اليوم في البداية لا ننسى نعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة الأهلي والألمونيوم في ضرل 32 من بطولة كأس مصر حيث يلتقي الأهلي مع الألمونيوم يوم 19 من يوليو المقبل ساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تأجل مباراة الأهلي والألمونيوم بسبب فترة التوقف الدولي والتي خاض خلالها المنتخب المصري مبارتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والألمونيوم يوم 29 من مايو الماضي قبل أن يتم تأجيلها الأهلي هو حامل لقب لقب كأس النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثناء خارج مصر ولأول مرة في السعودية ويعتبر الأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقب بينما زمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28 لقب ويبحث الناد الأهلي عن اللقب 40 ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الستاشر حال الفوز على الألمونيوم نظيره فاركو وحال استمرار مشواره فيصطدم بالدور الربع نهائي مع الفائز من البنك الأهلي والمصري وفي حال تأهل إلى نصف نهائي سيواجه الفائز من المتأهل من بيرامدز والنصر مع أبو قر للأسمدة والفائز من الترسانة والجنع كل التوفيق للناد الأهلي في اللقب 40 هذا العام لمباريات كأس مصر أما نادي الزمالك فيتوجه الليلة إلى الإسكندرية لخوض المباراة المصري قبل مباراة الزمالك هناك مباراة للنادي الأهلي يوم السلساء المقبل إن شاء الله أمام نادي الاتحاد السكندري في مباريات الدوري في الجولة 26 من مباريات الدوري المصري الممتازة من المعروفة أن النادي الأهلي في ترتيب جدول الدوري المصري الممتازة يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 16 مواجهة أما الاتحاد السكندري في المركز متقدم في المركز السادس برصيد 36 نقطة من 25 مواجهة نتمنى التوفيق إن شاء الله في ترتيب جدول الدوري بحيث لو فاز النادي الأهلي في مباراته القادمة أمام الاتحاد السكندري سيصل إلى المركز الثاني برصيد 39 نقطة سيكون وصيفا لبرامج المتصدر ب56 نقطة أيضا يعود فريق الزمالك للاستئناف لتدريباته اليوم بعد الحصول على راحة أمس وبعد الفوز على سراميكا كيلو باترا حيث يخوض الزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصر البورسعيدي المقرر لها غدا الاثنين على استاد بورج العرب في منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري يحتل الزمالك المركز 11 برصيد 31 نقطة أما فريق المصر البورسعيدي يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة أكد مسؤول اتحاد القرى أن هناك طلب لبعض الأندية باستقدام حكام أجالب حيث سيعود هذا الأمر إلى لجنة الحكام برئاسة فيتر بريرا وأن لجنة الحكام هي صاحبة القرار حيث شهدت الساعات الماضية تصريحات من قبل بعض مسؤول الأندية باستنادي الأهلي وزمالك وبرامدس في استقدام حكام أجالب حيث تنتظر الأهلي مباريات مهمة خلال شهر يونيو الحالي حيث هناك مباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثة إن شاء الله 18 من يونيو الساعة 7 مساء وفي على برج العرب في الإسكندرية هناك مباراة الأهلي يوم الجمعة الأهلي والداخلية الساعة 7 مساء بعدها هيلعب الأهلي مع الزمالك يوم 25 من يونيو ومن المفترض أن يكون هناك حكام أجالب ولكن لم يطلب الأهلي وللزمالك حكام حتى الآن ثم يختتم الأهلي مباراة خلال هذا الشهر بمباراة فاركو يوم الجمعة 28 من يونيو أما الزمالك لديه المصري ثم فاركو ثم الأهلي ثم سيراميكا كيلو بطرا طلب السويسري مارسي الكولر المدير الفني عدم عودة أحمد قندوس المعارد لسيراميكا كيلو بطرا هذا ما كشفه سيف زاهر عن أبرز مدارة خلال الساعات القليلة في الناد الأهلي حيث قال في تصريحات تلفزيونية أن سيراميكا كيلو بطرا يطلب تجديد إعارة أحمد قندوسي بعد التحفص على عودته مرة أخرى كولر رافض عودة القندوسي وهناك ثلاث فرق مصرية في الدوري عوزين أحمد قندوسي على سبيل الإعراب أشار سيف زاهر هناك عرض عربي كبير على إمام عشور والأهلي أغلق الباب تماما أمام الرحيل وإمام عشور مش للبيع لجنة التخطيط تطلب من مارسي الكولر مشاركة آليو ديانج بصورة أساسية حتى يتم قدوم عرض مغرن له بعد طلب المدير الفني السويسري رحيل اللعب واختتم سيف زهر تصريحاتي قائلا عن التعاقد مع محمد كونتي وفشل النادي الأهلي في التعاقد فهرب يتلقى عرضا للخروج على سبيل الإعارة لجنة التخطيط أخبارت كولر أنه سيتم رحيل مودست عقب انتهاء الشهرين اللذين سيتم التجديد للفرنسي فيهما بالنسبة لإمام عشور مش للبيع حتى انتهاء كأس العالم للأندية 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية ويستهدف النادي الأهلي تدعيم صفوفه بصورة هجومية أجنبية من العيار الزقيل وخاصة بعد رحيل مودست حيث يضع مسؤول الأهلي صفقة المهاجم كأولوية في فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة هناك العديد من التقارير اللي أفادت الأهلي يتفاوض مع البركيني محمد كونتي والأردني يازن النعيمات ويدخل اسم أجنبي جديد إلى قائمة المهاجمين وهو الزامبي فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء السعودي هذا ما كتبه موقع ترانسفير ماركت العالمي بوضع نسبة محتملة لانتقال فاشيون ساكالا إلى الأهلي هذا الصيف بنسبة 42% وحسب الموقع العالمي فإن ساكالا الذي يبلغ من العمر 27 عاما يجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح وتبلغ قيمته التسويقية نحو 6 مليون يورو مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 الساعة 4 إن شاء الله مساء بولندا وهولندا الساعة 7 مساء سلوفونيا والدنمارك الساعة 10 مباراة قوية بين سربيا وإنجلترا وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته